وحتى نطمئن على الأوضاع مباشرة في محافظة إربد وتحديدا في لواء الرمثة ينضم إلينا من هناك مراسلنا أمين سليم أمين مساء الخير الكلمة لك مساء الخير محمد بالفعل نحن الآن داخل متصرفية لواء الرمثة في لواء الرمثة عادت الأجواء إلى الهدوء خلال جولتنا قدمنا إلى لواء الرمثة منذ ساعات العصر تقريبا إلى هذه المنطقة الأجواء هادئة هنا في لواء الرمثة للحديث أكثر عن آخر تطورات في ما حصل بالأمس واليوم معنا مراسلنا في محافظة إربد زياد انصراط زياد مساء الخير مساء النور زميل زياد ما هي آخر تطورات في ما حدث بالأمس وما حدث اليوم في قضية دكتور الديابات الحقيقة منذ انتشار مقطع الفيديو عبر عدد كبير منها لمدينة الرمثة ولواء الرمثة عن غضبهم لما تعرض له ابن اللواء واتهامات لجميع من ظهر بالفيديو بالاعتداء على الدكتور عشار الرمثة بشكل عام وعشر تذيبات خاصة عقدوا عدة اجتماعات باللواء على مدى الأيام الماضية كان لهم عدة مطالب أهم هذه المطالب هي محاكمة كل من ظهر في شريط الفيديو ومحاسبة المقصرين من قبل الأجهزة الأمنية أمس كان فيه أعمال شغب في اللواء يعني بعض الشباب المتسرع من أبناء اللواء عبر عن غضبهم بعد أشكال تم حرق إطارات تم إغلاق بعض الشوارع اليوم وزير الداخلية زار الدكتور محمد الديابات المستشفى طموان حالته الصحية اللي هي استقرت الحمد لله كما زار ديوان عشارة الديابات وقدم لهم تعهدات بمحاكمة المتسببين وتلبية مطالب عشيرة زي ما تشايف الآن الهدوء الحمد لله عاد لللواء الرمثة بشكل كامل شكرا زياد يعني زيارة وزير الداخلية اليوم لللواء الرمثة ومقابلة عشيرة أهل الديابات سنتحدث عنها أكثر مع الدكتور عوض الديابات وهو أحد وجهاء عشائر الديابات في لواء الرمثة مساء الخير دكتور في البداية نتحدث عن مدار في زيارة وزير الداخلية اليوم لللواء الرمثة وما هي التعهدات التي قدمها لآل الثيابات بسم الله الرحمن الرحيم لقد تشرفنا صباح هذا اليوم بزيارة وزير الداخلية معالي الدكتور غالب الزعبي وقد تم استقباله في ديوان عشيرة الديابات كابن لعشيرة الديابات هو وجميع من رافقه من قادة الأجهزة الأمنية فهم إخوان لنا وكانوا حريصين منذ البداية على أن يضبطوا الأمور وأن يقوموا بالواجب المطلوب منهم حيث تم اعتقال جميع الأفراد الذين قاموا بالاعتداء على دكتور محمد الديابات منذ البداية وقد أخبرني معالي الوزير منذ أول يوم وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث على أنهم معتقلين وقد حضر اليوم إلى ديوان عشيرة الديابات للتأكيد أمام جمهور عشيرة الديابات وهذا ما حدث طبعا كان هناك طلبات من عشيرة الديابات وهي ستمثل في محاكمة عادلة لهؤلاء الذين قاموا بالاعتداء على الدكتور محمد وهم لا يمثلوا الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية نحن نعتز ونفتخر بها فهي أمينة على أرواحنا وأعراضنا وأموالنا أما هؤلاء فهم غريبين كل الغرابة وكل البعد وبعدين كل البعد عن الأجهزة الأمنية وتصرفات الأجهزة الأمنية الحقيقية دكتور ما هي الضمانات التي قدمها وزير الداخلية والحكومة لتحقيق هذه المطالب وعدم تكرار ما حدث مع دكتور محمد طبعا هناك لجنة مكونة من ثلاث محامين لمتابعة هذه القضية والاطلاع على التحقيقات والاطلاع على المحاكمة التي ستم لهؤلاء الأفراد شكرا جزيلا لك بارك الله فيك شكرا أود أن أذكر أن الأمور هادئة في الرمثة لا يوجد قد يكون هناك بعض المبالغات حدثت أمس من بعض مواقع التواصل الاجتماعي نحن الآن في متصرفية لواء الرمثة متصرفية لواء الرمثة كانت باشرة عملها منذ الصباح الباكر بشكل طبيعي ولا يوجد هناك أي تأخير في معاملات المواطنين شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا إذن محمد بعد زيارة وزير الداخلية هناك ضمنات قدمها لعشيرة الزيابات لتحقيق مطالبهم التي تقدموا بها وكما قلنا الأجواء هنا هادئة ويسود الهدوء في لواء الرمثة بعد ليلة أمس التي كانت جهدت القليل من عمل الشغف في عدة مناطق أشكرك مراسلنا أمين سليم كنت معنا على الهواء مباشرة من متصرفية لواء الرمثة وأبرز ما جاء في حديث أمين أن الهدوء عاد إلى الرمثة بشكل عام وأن وزير الداخلية وزير الداخلية وما تعهد به لعشيرة الزيابات أنهت الاحتقان إلى حد ما في اللواء والأمور عادت إلى طبيعتها هناك